الاهلي تخطى فخ سيراميكا كيلو باترا مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي الفوز اليوم امام سيراميكا كيلو باترا بمباراة كانت صعبة جدا فخ زي ما كنت بقول توقيت المباراة والاجهد البدني والاجهد الذهني وراجع من كاس عالم واخد برونزية فرحان بقى منتشي ومجهد زي ما انت عايز تقول قول في كل حاجة تخليك او تصعب المباراة عليك ولكن الحمد لله كرم ربنا خلى الاهلي يتخطى الفخ ده عشان يقابل فيوتشر بالنهائي الاقصى الطموح اليوم فيوتشر بيطلع الطموح اي حد بيجي عالطموح بسم الله ما شاء الله يعني بيحط علي يعني ماتش او كان خلصان بالبانلتيز ولكن بالاخير كنا نسمع شعارات وهي الكندي البطولات والبحث عن البطولات وموسم هندور فيه على الحصاد او موسم الحصاد زي ما قاله وبالاخير الحصاد كله صفري طيب خلينا نتكلم على ماتش اليوم بالنسبة لي ان انا اقيم لعبين او اقيم مستوى هيبقى الموضوع ظالم شوية علشان انت اصلا راجع بقى لك 48 ساعة لعب ماتش بكاس عالم وقبله ماتش تاني ب48 ساعة او اكتر شوية وقبله وقبله فانت لعب بطولة يعني اخدها فحت وردم زي ما بيقولوا فاللعيبة حرفيا مجهدة ومنهكة وفكرة بقى ان انت يعني كان كولر ممكن يعمل روتيشن اكبر من كده وان كان ممكن لا يعني هو بيحاول يحافظ على اللعيبة اللي ممكن تجيب له الفوزة او بيحاول يحافظ على فكرة ان انا مش عايز تضيع بطولة فبالتالي النسبة والتناسب ما بين اللعيبة اللي كانت موجودة بأرض الملعب وبعض البودلاء انا شايفة ان فيه جاب كبير جدا ما بين الاتنين طيب عندي علامات استفهام على كولر لما الراجل بيشتغل كويس جدا بنقول وندي له حقه بنقول الماتش ده ماتش كولر وشفنا التاكتكس اللي عملها وشفنا ادارة المباراة وشفنا كل حاجة كويسة ولكن لما بيكون عندي يعني حاجة غريبة انا بجد مش فهمها فانا لازم اعقب واقول عن رغم من المكسب انا بقول ان فيه حاجة غلط مش مفهوم النادي الاهلي كان مش هقول متأخر متعادل متعادل بالنتيجة والماتش رايح للبانلتيز ودي كانت طبعا حاجة مش بصالح نادي الاهلي خالص خصوصا بعد صبت الشناوي اللي احنا هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي طيب فلاقي كولر بيعمل تغييرات انا فعلا ببقى مش فهمة قصة استبعاد الدبيس يعني الحكاية دي مؤرقاني جدا انا محتاجة افهمها محتاجة اعرف هل باللي انا بشوفه برضي الملعب يعني انا لا ناقة تلية ولا جمل علشان بس الناس دايما بتقول تحط كومنس كده بصراحة غريبة يعني خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس لما تيجي تقارن بين مستوى اللعب هنا ومستوى اللعب هنا اداء اللعب هنا اداء اللعب هنا انا عايزة كنتوا تردوا تقولولي انا ما بتكلم على علي معلول دلوقتي خلي علي معلول على جنب خلاص هو راجل مقتنع قناعة تمة ان الاساس هيبقى علي معلول على الرغم من ان هو يعني فازك لما يعني صعب اوي يكمل على نفس المستوى والمباريات الكتير وبلا بلا بلا هنفضل نقول الكلام ده كل شوية بس خلاص خلينا نحكي عن علي معلول او نطلع علي معلول برا الحدوتة دي خالص انما لما يبقى عندك بديل لعلي معلول زي كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح وانت تتمسك بين خالد عبد الفتاح هو اللي يلعب الماتش طب انا من وقت نزول خليد عبد الفتاح انا شفت اللي شيء دفاعيا الى حد ما هجوميا صفر ابيض ما فيش خالص هو ما بيكملش اصلا ولو كمل الكرة طبعا بيبقى فيها فازلكة كده بشكل غريب وبتطقطع ببساطة جديدة حتى دفاعيا في اكتر من كرة التعامل معها ما كان صح بنسبة 100% اللي هو انت في مناطق خطر شتت على طول الماتش ما محتمل ابدا ان انت يعني تقعد دلوقتي تتفازلك او عايز تخرجها تعمل بيلد اوب مثلا او انت بتحاول تخرجها منضبطة من رجلك او كده لا ففي اكتر من كرة خليد عبد الفتاح بالنسبة لي غير مفهومة فده سؤال محيارني جدا انت بتستبعد الدبيس لصالح خليد عبد الفتاح فده بالنسبة لي علامة الاستفاهم كبيرة جدا من مارسل كولر طيب علامة الاستفاهم التانية مادست مادست انا كنت بقول فعلا في عز ما انت حزين وكئيب ووالله يعني فعلا مقدر تبتسم كده الوحيد القادر على اتحاقك هو انتوني مودست هو ايه ده بجد ايه ده قصة بقى مش هنقول بقى جريمة بحق البشرية والجريمة بحق النادي الالية جريمة بحق قرة القدم استمرار هذا المودست بلاعب قرة القدم كان حلو جدا كان لاعب كويس والاستري بتاعته كانت كويسة يا جماعة يعني العمر ما بيرحمش كلام ده بس ما بنقوله للاخ رونالدو اللي بنسباله العمر مجرد رقم انما في لعبة تانية لازم نقولهم العمر ما بيرحم يعني كفاية كفاية والله العظيم طيب الراجل نزل الملعب عمل ايه غد النظر انت بتلعب ناقص انت بتلعب ناقص وبيخرب لك الهجمات كمان يعني التعامل مع الكورة يعني يا جماعة والله ولا بنقول يجري ولا بنقول تحركات ولا بنقول احنا بنقول استلمت بكورة ألف به كورة استلابة 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 كمان فيه كنبلة نووية نزلت عليك فالله هو الطوع بالارض فمهزلة طيب المهزلة الاكبر ان يبقى عندك كهرباء قاعد على البينش وتنزل مادست بماش انت اصلا متعادل فيه ورايح للبانلتيز نفس النظرية اللي انا بقوله انك انت دلوقتي الماتش رايح بك لحتة يعني خلاص ده كده اللي هو يعني خلاص بختك يا بوخيت ضربات الحظ الترجحية حظ فاحنا دلوقتي شايفين وضعنا فتيجي بقى انت يا عم كولر بدل ما تنزل الكهرباء تحركات وبيفايت على كل كورة ربنا بيوفقه دايما وبيكرمه عشان هو بني ادم سالك عشان حاجات كتير والله فانت حتى كورة قدم بعيدا عن النواية هو ما فيش وجه مقرنة ده سترايكر اه بس الله يرحمه والشكر وده راجل لسه لجله موجودة بارض الملعب حتى لو ده ما كانه الاساسي فبالتالي انا قاعد كهرباء برا ويفضل قاعد عادي لاخر الماتش وانزل مادست ليه يا كولر يعني ايه الموضوعة وقت ما الناس تيجي تحكي وتقول لك كولر متمسك بوجود مادست انت هيبقى يعني مستحيل يبقى ليك عين ان انت تدافع عن كولر وتقول لها يا جماعة هي مش دي الحقيقة على فكرة بس هي مش دي الحقيقة فعلا هي فكرة ان كولر عايز بديل هتجيبولي بديل كويس تمام خلاص هنحاول ان احنا نشوف بقى هنعمل ايه بقى بقى العقد بتاعه هنحاول ان احنا نروح الراجل ده على بلده ازاي ما عرفته تجيبولي ايه فانا مايسك في مادست يمكن ربنا يكرم يمكن لا الاسوق الحظ اللي حصل له الظروف الاسابة اللي بعد كده التارد اللي غير مستحق وهفضل اقول غير مستحق طبعا بالوقت ده اثرت على النفسية فهو ما عايز يقادي او كده دي قناعات كولر ولكن هو متمسك بيه انت جايب له هالند وهو متمسك مادست ده اكد انما يا مادست لما انت بتعمل العطادي والله انت بتدي فرصة للناس ان هي تتكلم كتير وواضح ان انت كمان من المداربين اللي بتسمع لانك احيانا كتير بترد على حكيات دايما بالسوشال ميديا وبس طيب على الرغم من الفوز ماينفعش ننكر ان النادي الاهلي بيضيع فرص كتير جدا جدا وان الموضوع بقى صعب قوي فيه كرات حرفيا بتروح انت وجول يعني انت ملكش حال تاني غير ان انت تحطها بالجول انت لو قاصل تضيع يعني مستحيل تقف تضيع مستحيل بجد يعني فيه امام عشور عامل كورتين واحدة لكريم فؤاد ده هتجول خد يا كريم هتخد يا حبيبي هوا هتجول لأ كريم فؤاد قال له لأ مش لاعب مش عايز اجيب جول دلوقتي واحدة تانية عملها لتاو برضو ضيعها بغرابة جديدة فيه واحدة من تو اللي طاهر وهي الاغرب والاعجب واللي يعني بجد توات اند يا طاهر والله العظيمة حاول اكلمك بلغتك يمكن تفهمنا يمكن انت الراجل العربي بتاعنا صعب عليك شوية بجد توات اند يعني احنا تعبنا تعبنا طاهر محمد طاهر بيروح بكرات او بيبقى وقب بمكان تمركز ايه العظمة والجمال ده وايه التحرك اللي يدرس ده وتعالا بقى شوف طاهر بيتعامل مع الكرة ازاي كرة طاهر محمد طاهر اللي بالشوت الاولاني بداية 42 اللي اتعملت له متأشرة تاو حطها له يا باشا بص خد الكرة اهو انت وبسام خد بسام بحضنك بعد ما تجيب جول لا يا باشا انا مش هجيب جول انا هضيع وكرة بالشوت التاني بديها 67 بجد ازاي كده يعني ازاي كده انت لو قاصد اللي هي كرة كريم في واد وبالاخير بسام طاهر ده يعني موجود وقفل واتعملت بشكل تصدد يعني الراجل حاول فيها انما الفولو بقى من طاهر محمد طاهر ويعمل كده يكان فيه حمامة فوق بيستدها جعان تقريبا والله العظيم دي حاجة لا تصدق طب يا طاهر وبعدين يعني طاهر لا شفنا بكاس عالة ولا شفنا بافريقيا ولا بنشوف بالسوبر ولا بنشوف بماتشاد دوري ولا اي حاج خالص راجل يحطك وينج ما بتلعب بيحطك سترايكر ما بيشاده سترايكر والله لو حطتك جول كيبر حتى انا شايف ان طاهر محمد طاهر جمتش كده عالي جدا خلانا منباهرين وقلنا اهو طاهر اشتغل طاهر النفسية بقت تمام وهيطلع بالاخير لقنا طاهر محمد طاهر اللي وقت انا كنت باشتغلكو بس انا كده فوقت كده ورجعت زي ما كنت فبجاز ده حاجة لا تصدق لما ماتش زي ده وكرات زي دي طاهر ما يسجلها اعتقد ان هو مش هيسجل يعني بعد كده الا بالصدفة لو ربنا كرم طي عندي استغراب هو انت ليه عندك يعني اما تبص على المدافعين بتوعك لازم معزة ايمة ومعزة نايمة في مثل كده دايما يقولك مش عارفة مال معزاتك ماله يعني مهم فليه لما يسر ابراهيم بيفوق جدا ويعمل مستوى ممتاز تلاقي عبد المنعم ضياع اخطاء غريبة كارسية منهم الخطأ اللي تصاب بعده الشناوي الكورة اللي هي والمدافعين بيعدوا منه كده عادي خلاص حفظينك انت باعي استرقص وعيست حنكش وعيستعمل كباري وبتاع فلا خلاص احنا بنعدي ونرقص ونعمل كل حاجة فعبد المنعم مستوى بننازل في داونجريد بمستوى عبد المنعم كبير جدا جدا اعتقد محتاجين نركز محرام يعني بصراحة لما الرجل ياسر يعمل يعني بطولة بكاس عالم عظم جدا واليوم كان بصراحة لحد طلع عامل ماتش هايل ألاقي على الناحية الثانية عبد المنعم مستوى بننازل فعلمة استفهام كبيرة جدا جدا طيب الشناوي لقطة الشناوي اللي حصلت اللي أنا كتبتلكو على تويتر قلتلكو بعد الماتش محتاجين نتكلم عشان نضيف ضيحة وجريمة ما ينفعش تمر مروح كرام طيب أنا ليه بقول كده لأننا صميم عملي بقى يعني صميم عملي وأساس شغلي وتركيزي التام بغض النظر عن الكورة هو البادي لانجوش الشناوي من الماتش الماضي وهو ماسك الخلفية طيب جول كبر بالزاد والشناوي بالزاد لو فكرين الهيستوري بتاعته هتفتكروا أنه كان فيه لقطة سابقة بنفس الطريقة وقعت بعدها فترة كبيرة جدا متصاب وأنا عملت حلقات وقلت الشناوي كان مفروض يقعد والمفروض ما كان يلعب ويبي كلام كتير قوي كده خلونا نتكلم ما بلاش نتكلم بالماضي خلينا بالحاضر من الماتش الماضي وهو مسك العضلة واشتك طيب ليه بتكلم على البادي لانجوش عشان من وقت نزول الشناوي شبانا هقولك ايه ما بقولك بقى وقت الكورة بتاعت عبد المنعم اللي اللعب قطع فيها والشناوي خرج عمل صدة تاريخية وعظيمة جدا وطلع الكورة لا ده من وقت الشناوي نازل أرض الملعب وانا بقولك الشناوي مية بالمية لا لا الشناوي نازل مش مية بالمية خالص الشناوي نازل وهو ما أحسن حالة طيب نزل وبيلعب ومسك العضلة ونزل جهاز طبي طيب الرأي الفايصل يا جماعة بالوقت ده الميل هل أنا مفترض ان انا اقول رأي وحط التوتش بتاعي ما هو أنا انا ده شغلتي بقى انا نزلت شفت اللاعب لقيت ان هو عنده هنا مشكلة هو قريدي كان عنده مشكلة قبل وقريدي اشتكى منها الماتش الماضي يبقى انا مفروض اكمل على رأي اللاعب اولو انت شايف ايه انت رأيك ايه انت حاسس ايه هو مش كل حاجة بالاحساس والأهواء دي مفهاش أهواء واحساس اي لعب عنده جرانتا زي الشناوي لعيبة الرجالة قوي اللي بتموجودة برضو الملعب عايزة تقدي اللي عليها والزيادة زي الشناوي وزي لعيبة تانية موجودة اكرم توفيق مثلا ممكن تتحامل على حالها لدرجة الإزاء والدرجة ان هي بتزي حالها او بتزي الفريق اصلا لانك انت لما تتصاب او انت حسيت بألم دلوقتي فخلاص مجرد الشعور بالألم انا بطلع خلاص حاسس انها ما قادر تكمل او حاسس ان الموضوع ممكن يكبر واو الاكسبرينس يا جماعة بتيجي من الماتشات يعني انت ممكن تكون تقول لما هو معارف او ما حاسس لا ده انت لما تنزل تلعب كرة حاجز ملعب انت واصحابك لنص ساعة انما لعب كرة القدم هو بيبقى قادر واحد بحاله وبيبقى عارف كويس قوي ان دي هتبقى اصابة مكملة او ده كده هيبقى ايه ان هو يقدر يحلل او يعمل اناليس للمشكلة اللي بيبقى عنده القدرة على ده بنسبة كبيرة جدا طيب حط عليه كمان الجهاز الطبي بعد شايف الحالة يطلع من عرض الملعب والكاميرا جايبة كل حاجة عشان بس الناس اللي هتيجي تقول لي تحليلتها لا هي الكاميرا جايبة كل حاجة بالحرف الواحد الشناوي بعد قام وخد خطوتين كان الناحية التانية ابو نطة كان عمال معرفش بيحكي بايه وهو رايح جاي كاميرا مان بقى مع مين مع الشناوي الشناوي رايح جاي بيتمشى وراه قوفة كان بيسخن راح يقعد شاور له لأ وقال له كمل تسخيل معنى كده ان انت يا شناوي عارف كويس قوي ان انت عندك مشكلة معنى كده ان الجهاز الطبي اللي خارج ده عارف ان الشناوي عنده مشكلة طيب تعال اقول لك سيناريو تاني ان الجهاز الطبي ما متأكد بقى من الشناوي عنده مشكلة او لا دي مشكلة كبيرة بحد ذاتها انت الجهاز بتاعك ده بقى ايه يعني انت كده مش كوالفايت خالص بقى بصراحة راجل كولر بقى واقف على الخطة بيتنطط راجل كولر برضو الكاميرا مان راح لكولر بقى هو عمال بيعمله كده 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 يعني طب اللي هو ايه هو تمام هيكمل ولا هو تعبان هنخرج ولا حساباتي يعمل حج عشان اشوف انا هعمل ايه ولا ايه اندهاش تحس ان الطبيب بتاع الفريق ده اللي هو يعني مخدود بقى لا مش عارف انا هعمل ايه فراح يكلمه لا تا كدسيئة جدا وكدعب جدا وكد وحشة وحق النادي الاهلي ان يبقى عنده جهاز طبي قد كده يعني مش كويس طيب دي وجهة نظري بموضوع الشناو ان كان مفترض يبقى فيه موقف من الجهاز الطبي هتخرج انت هتخرج خلاص انتهى انت اشتكت الماتش الماضي مسكت العدد الخافية دلوقتي نفس الكلام ما كان فيه التحام معاه كانت اطلعت بكورة حصل كده حاسس بيها خلصت يا جماعة مش محتاجة انما لأ طب انستنى مجرب والعب شوية كمان بقى لعب عليها وبالحسن خلاص مش قادر خالص بدل ما يبقى مثلا فيه شوية اجهاد بدل ما تتحول لشد بدل ما فيه شد يتحول لمزق لقدر ربنا يحميه انا بقولي السيناعيز اللي ممكن تحصل فبالمنطق وبالعقل اللي حصل ده جريمة جريمة وعب جدا ده يحصل وبيتكرر كل فترة طيب خلينا نختم حلقة اليوم بقى بابو نطة عشان ابو نطة بيستحق ان الخاتمة تبقى عليه عارفين الواحد لما بيتفرج على ابو نطة ده وامثاله بيفتكر الاخوة الافاضل اللي كانوا بيعيبوا على الحكام النساء او الحكام السيدات التحكيم النسائية انا من كل قلبي بتمنى يلغو التحكيم بمصر وبافريقيا والله العظيم شيروا الحكام دول كله هتقولنا حكام سيدات من اوروبا هتتفرجوا على عظمة بجد بدل القرف والتلوس البصري اللي احنا بنشوفه ده ابو نطة ساب لعبة الاهلي بتتكسر حرفيا كم كرات فيها عنف وكم التحامات عنيفة ينهرب يتحدث ولا حرج على مرأة ومسمع من ابو نطة عادي جدا ومبتساعمة بتاعته اللطيفة كده اللي هي عصا بتتجيب لك غسايان دي طيب وسعب اللعبة بتتكسر وبتتبهدل افتكر فين بقى الساعة كام الساعة كام انا بديها كام بديها ستة وخمسين ايه ده والانزارات هنا والله انا كنت فكر انها تركتهم بجيب البنطلون الجينس بالبيت فطلعوا الانزار بديها ستة وخمسين وحاجة بجد مصخرة السنين اه بحسب فولات بس يعني انت فيه كم ده كان فيه كمية كرات كان زمان اصلا لا السيراميكا بيلعب نايس اتنين تلاتة على قد الفولات العجب اللي كان بتتعمل مع النادي الاهلي حاجة مش مهمة بس حبيتها منشنها علشان بجد شيء مقرف جدا جدا التحكيم الواحد بيشوفه ده بس خلوني اختم الحلقة بحاجة جميلة يعني تبقى دايما ختمه ومسك كده نشوف حاجة لطيفة نتكلم عليها انا كنت دايما او انا كنت مخالية ده للاخر علشان هو يستحق ان احنا نقفل به امام عشور امام عشور حلويات حلويات انا وقت الرقم ده هرجع عيد اقولي الكلام ده تاني علشان مهم قوي بالنسباني اتنين وعشرين ده مش مجرد رقم يعني اتنين وعشرين ده مش مجرد رقم وانا كنت بشوف ان الرقم ده مفترض من بعد تريكا يتحجب خلاص هو تريكا واحد طبعا انا ما بقول ان امام عشور تريكا ولكن في لعب من كتر ما هو مؤثر يستحق انك تكرم بالجائزة الكبرى واكبر جائزة ياخد امام عشور انه هو اللابس تي شيرت اتنين وعشر امام عشور بيعمل كل حاجة بالكورة بزعل قوي من امام عشور لما بيستغلش قدراته على فكرة امام عشور استل اليوم بيلعب بقى اقل كتير جدا جدا من قدراته وما طلع كل اللي عنده امام عشور بيدافع بيهاجم بيصنع بيسجل في حتة تانية امام عشور غير حرفيا واللعب ده في حاجة بقى انا ابتديت بقى مع دراساتي عن امام عشور ان اللعب ده كل ما تقدره يقدرك كل ما تفرحه يفرحك امام عشور مستوى بالطالع وقت اخد جايزة منوف دي ماتش الماتش الماضي نازل اليوم ما تقوليش بقى ده مجهد ولا لعب كاس عالم ولا مش قادر ولا بيجور رجله لاخر سانية يعني جايب الجول بيدافعين وانجول طبعا بس طبعا يعني فاش ننكر الافورت الجبار اللي عمله امام من الترئيسة الاولى والتانية عدى اول وتاني ودخل وشاط وكرم ربنا انها دخلت جول خبطت برجلة المدافع ارثر ودخلت جول طيب فامام عشور دي ايه اربعة وتسعين بيحرد برضي الملعب حرفيا لعب عمل مجهود يعني يشكر عليه كم كرات كان هيبقى كم اسستات تاريخي اليوم يعني راجل عمل كم اسست اللعب تندي لقى لي اللي ما استغلهاش لكريم لتاو لطهر لا اي حد الراجل شغال يعني يمين وشمال ولا اي حد كان بيستغل الفرصات دي او الفرص دي طيب فامام عشور كان بيستحق ان المجهود الجبار اللي عمله ده يكلل بهدف حتى لو هو اتحسب ليه المدافع ولكن يبقى امام عشور هو السبب بالهدف فان شاء الله من احسن لا احسن يا امام ويجا ماهين النادي الاهلي بدهرك وبتدعمك وان شاء الله القادم افضل للنادي الاهلي دي كانت موضوعات حياتي اليوم اشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر